السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله باذن الله هنحل مشكلة وحدات القياس. طيب وحدات القياس كتيرة وانا مش عارف اضبطها. هعمل ايه? هرسمهم اولا بالشكل اللي قدامكو ده. هكتبهم بالمنظر ده. تاني حاجة هفهم الطفل ان وحدات القياس الاساسية اللي هي الميتر اللي في النص دولة الميتر والجرام والليتر. تمام? متر جرام ليتر. دول الثلاثة الايه? الاساسيين. يعني مثلا لو عايز اقيس الطول حقيسه بالمتر. تمام? وعايز اقيس آآ الماست او الكتلة حقيسها بالجرام. وعايز اقيس الكباسيتي او السوائل حقيسها بالليتر. تمام? يبقى الثلاث وحدات الاساسية اللي هم ايه? اللي في النص دولة اللي هما الميتر والجرام والليتر. طيب. علي منهم الوحدات الاصغر. وعلى شمالهم الوحدات الاكبر. تمام? طب انا عايزة ارتبهم بالترتيب. هقول ايه? هقول كيلو هكتو ديكا دي سيو سانتيو ملي. كيلو هكتو ديكا دي سيو سانتيو ملي. طيب. وانا بتحرك من الشمال لليمين. من الكبير للصغير. هلاقي كل وحدة عشر اضعاف اللي جنبها بالزبط. كل وحدة عشر اضعاف اللي جنبها بالزبط. طيب. نيجي بقى الاهم مشكلة وهي مشكلة التحويلات. هنحول من الكبير للصغير ازاي? هنحول من الكبير للصغير بالضرب. تمام؟ نازل وانا نزلة من الكبير للصغير. حضرب. يبقى هنا ايه? نازل اضرب. تمام؟ نازل اضرب. طيب. هحول من الصغير للكبير ازاي? طالع حقسم. تمام? طالع حقسم. وانا بحول من الصغير للكبير. وانا مشيه من اليمين للشمال. هعمل ايه? حقسم. يبقى هنا نازل اضرب. طالع اقسم. نازل اضرب. طالع اقسم. تمام? طيب. سنة رفعة. الحمد الله. مش مطالبين. هنلاحظ كده في التمرين. مش مطالبين بكل الايه? بكل القايمة دي. تمام? بالنسبة لقياس طول. مطالبين بالكيلوميتر والميتر والسنتيميتر والمليميتر. ده بالنسبة لقياس طول. اما في المس او اه في الكتلة. مطالبين بالكيلو جرام والجرام. تمام? اما بالنسبة للكباسيتي او في السوائل مطالبين بالليتر والمليليتر هنلاحظ كده في الايه? في التمارين نيجي بقى لسؤال التحولات وهو سؤال سهل جدا ان انا اما بحط اصفار اما بشيل اصفار عدد الاصفار هنعرفه ازاي طيب انا عندي اول حاجة مثلا ناخد من تحت عندي الليتر والمليليتر تمام الليتر في 1000 مليمتر تمام اما هحط التلات صفار اما هحشيل التلات صفار هحط التلات صفار امتى وانا بحول من الكبير للصغير طيب هحشيل التلات صفار امتى وانا بحول من الصغير للكبير طيب اتفقنا برضو ان احنا هناخده الايه? هناخده الكيلو جرام والجرام وبس طيب هحول من الكيلو جرام للجرام ازاي? هحط التلات صفار وحول من الجرام للكيلو جرام ازاي? هحشيل التلات صفار طيب نتكلم بقى عن وحدات القياس او اليونتس اوف مجرمينت بتاعت ايه? بتاعة اللنس الطول. طيب اتفقنا ان احنا هناخد ايه? هناخد الكيلو ميتر والميتر والديسيميتر والسنتيميتر والمليميتر. دول ان احنا مطالبين بيهم في الايه? في اللنس. طيب اتفقنا ان كل كيلو ميتر في ايه? في الف ميتر. كل كيلو ميتر في وان ساوزاند ميتر. كل كيلو ميتر في وان ساوزاند ميتر. طيب عايزة احول من الكيلو ميتر للميتر. هعمل ايه? هضرب. هحط تلت صفار. تمام? طيب حول من الميتر للكيلومتر السؤال بيجي كده حول من الميتر للكيلومتر ازاي هاي؟ حشير الثلاثة صفار تمام؟ طيب سعاد بيقول لي حول من الميتر للديسيمتر هعمل ايه؟ هحط صفر طيب من الديسيمتر للميتر هعمل ايه؟ هشير للصفر وهكذا هحول من الديسيمتر للسانتيمتر ازاي؟ هحط صفر طيب من السانتيمتر اللي هو الصغير للديسيمتر هشير للصفر طيب من السانتيمتر للميتر هعمل ايه؟ هحط الصفر طب من المليمتر للديسقل السنتيمتر هعمل ايه؟ من المليمتر للسنتيمتر هشيل السفر طيب من الملي من الملي للميتر هعمل ايه؟ هقسم على ألف طب من الميتر للمليمتر هعمل ايه؟ هضرب في ألف هحط التلات صفار وهكذا وكل خانة بتفرق عن اللي جنبها بسفر واحد بس كل خانة بتفرق عن اللي جنبها بالضبط بسفر واحد بس يا إما بحط السفر يا إما بشيل السفر لو بحول من الكبير للصغير بحط السفر ولو بحول من الصغير للكبير بشيل السفر كل خانة بتفرق عن اللي جنبها بسفر واحد بس طيب عايزة أتنقل خانتين أحط سفرين هتنقل ثلاث خانات أحط ثلاث أصفار وما ننساش ترتبهم كيلو هيكتو ديكا ديسيو سانتيو ميلي كيلو هيكتو ديكا ديسيو سانتيو ميلي وطبعا اليونتس أوف ميجرمينت الأساسية اللي هي الميتر والجرام والليتر في النص وعلى يمنها الصغيرين وعلى شمالها الكبار وبكده خلصنا درس النهاردة واشوفكم على خير المرة الجاية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته